اشتركوا في القناة مضيفها اقتنص ثلاث نقاط صعبة من الرمادي رغم انه لعب على ارضه متخذا اياها سلاحا قد يؤمن له التأهل بعد موسمين يقصى بهما في المرحلة الاخيرة فيما جاء العكس عند مضيف المجموعة الثانية فريق كربلاء يخسر على ملعبه بهدفين لواحد امام سامراء المحطة الاولى دائما ما تكون صعبة الا ان الرأي الغالب بان ما يجتازها قد يسهل عليه الطريقة في مباريات اخر الكوفة وبرايتي يتقاسمن النقاط والاهداف فيما ملأ زاخو كيس الفوز من سوق الشيوخ وظفر بالنقاط الثلاث اما ممثل بغداد الثاني فريق الجنسية فعاد من ميسان بالتعادل بينما لقي غاز الشمال خسارة من القاسم وبعيدا عما قالت اليه النتائج فان بعض المباريات ارتفعت فيها اصوات الاعتراض بداع الاخطاء التحكيمية وهو امر لا يمكن تهميشه او عبوره فهو موجود وغير غريب بعد ان شهدناه كثيرا في مباريات الدوري الكروي الممتاز عدي حاتم لبرنامج صباحكم رياضي ترجمة نانسي قنقر